بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لو كنت ريشر النسابة موز وجمادة الأولى موكو الفموجة ميانة ثلاثين نتيسة كتك درسة يا تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني رحمه الله تلينزى مسائل ينوفمانا نا الركوع تكيو تمينزى نا تكبيرا نا مسألة مبعجانة تلينتاجنها هل تكيو مليزة هل من السنة أن يمد المصلي تكبيرات الانتقال نا تكيو مليزة نا تكيو مليزة نا تكيو مليزة نا ملينو الشيخ بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه تكيو مليزة تكيو مليزة العلامة الالباني رحمة الله تعالى عليه تكيو مليزة تكيو مليزة تكيو مليزة بإذن الله تعالى قال العلامة الالباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة حديث يميزة نص صريح في أن السنة التكبير ثم السجود هي حديث إكواز كوة سنة نيكوليتا تكبير كيشك سجود وأنه يكبر وهو قاعد ثم ينهض نكوة هوليتا تكبير أكيو مكا كيشك سمام ففيه إبطال لما يفعله بعض المقلدين من مد التكبير من القعود إلى القيام كتك حديثه كنكو ورود نكو بطريش كتندو كنتفان ونباذي مقلدين ونوفوت تكبير كوانزي ككاو مبكا كسمام قال وفي معناه ما أخرجه البخاري وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم أبو هريرة رضي الله عنه أكي إلهي صالح أمتوم صلى الله عليه وسلم أسمى لك أمتوم صلى الله عليه وسلم أكي سمام كتك اصاله لتتكبير أنا بسمام ثم يكبر حين يرجع ثم ثم يقول سمع الله لمن حمد حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من اللتين بعد الجلوس الشيخ الألبان من تجه الحديث كي شكسيما قلت يعني الشيخ الألبان فقوله ويكبر حين يقوم من اللتين سسن ليوهابني كسيما من اللي الشيخ الألباني أبين شابا أكسو ليانيني يوهابني كتجياني تكبيرا لك أسيما أي عند ابتداء القيامي أنا أبو أنزك لك سماما جيو أنزك لتنين تكبيرا وبه فسره الحافظ في الفتح ثم ذكر كلام النووي المتقدم وتعقب الحافظ ابن حجر له كتجياني تكبيرا لكسيما من اللي الشيخ الألباني كلك فوتا بآذي شافعية تكبيرا وكاتب نبو سماما كتوه كتك سجد يبيلي وينتصب قائما في الركعة الثانية فكلك سماما كتك ركعة يبيلي ويجلس بين ذلك جلسة الاستراحة وهي سنة نكتكاتب له كتك جلسة الاستراحة ناني سنة فتراه يمد التكبير ويمد حتى يكاد ينقطع نفسه قبل الانتصاب يعني تكبيرا يوانزكوا إليتا فلا نبو أموكا كوني سجد الله يوكاثا جلسة الاستراحة بعد يوكاثا الله كيشي يوسماما الله فكا بمزي زي شرح الله فكا فكيجو hasema hili ndio lajabu sana meliona kwa hawatu ya ni bimana siyokuwa yuenuka kwenye sujudi mpaka kwenye kisimamu katikatiyaki kuna jansu الاستراحة na bado yuavuta mpaka tuke kwenye jansu الاستراحة kisha yuwasimamu mpaka juu avuta takbira tuwe mpaka katikatipumzi yaisha sabun kurefu sana pumzi yaisha na bado yuavuta kala wala ya shuku alimun bisunna ti anna hatha minal bidha mwenye kuyifamu sunna hana shaka kwa kitendo hiki ni katika bidha sika tika sunna hani maneno sheikh al-albani katika selisila as-sahia kwevu hapa tofahamu kwa sheikh al-albani akithema yuadeta takbira kisha yusimama akusudia nini akusudia ile takbira ikukatikati baina rukun moja kuenda katika rukun nyingine tizama maneno yaka sema hey nda pida il-qiyami anapuanza kusimama ndiyuadeta nini takbira kwevu ataleta takbira anaputaka kweenda katika ili mguzu inafuata lakini havuti mpaka kwenye ili mguzu inafuata nafikiri yiko saa heleweka taye kala abnu hazmi rahimahullah abnu hazmi anamanenu kidogo ni makali lakini ni mazuri ya keleweka asema wanastahibu likuli musallin ayakuna akdhu fi takbiri maabti daihi lini nchidari lirukui tuapendelea kwa kila mwenye kusadi iwekule kuchukua kwaki katika kwanza takbira iwe nipali mwanzo anapuanza kushuka katika nini katika takbira ya rukui wa maabti daihi lini nchidari lisujud na pali anapuanza mwanzo kuteremuka kwa jidi ya nini ya sujud kamari bwereza shaykh lalbani rahmatullahi wa maabtidaihi lirraf'i minas sujud na pali anapuanza kwenyanyuka katika sujud allahu wa maabtidaihi lilqiyami minas raka'atayni pali anaputaka kusimama katika izid raka'an bili baada tashahud wa maabtidaihi wa maabtidaihi wa maabtidaihi thirraf'i minal ruku' nakuwanza kwa ki kusimama sami allahu liman hamida kutanza pali anapuanza kuyanyuka kutoka katkanini ruku' wala yahilu lilimam minil batta an yutila takbir wala si halali kwa uli imam albatta kapsa si halali kwa ki kufuta ili takbir bel yusri'u fi yani aletih raka'i malize kabla jafika fala yarka'u wala yasjudu wala yakumu illa wakad atam takbir asifika kwenye ruku' asifika kwenye sujud asifika kwenye qiyam ispukwa amitimiza takbir thumma qiyisha kasima alimam bin hazmin kasima wama qawluna biijab ta'ajil takbir lilimam farda falikawli rasul illahi sallallahu sallam inama juhil alimam liyutam bihi faidha kabbar fakabbir sisi kusima kwenye wajib kwa imam kwenye pasika kakwileta takbir ya ki asifute nikwa sababu imtumis sallallahu alayhi sallam ame wambiya makmuma aki lieta takbir yuli imam nanini muleta takbir fawjab alayhi sallam atakbira ala almakmumina farda imtum imtum imtumis sallam akawajibisha walimakmumina biya kuli tanini takbiran imtumis sallam imtumis sallam walita walita takbir walita takbir pamuja na ye wa kabla tamami takbir na kabla ya kutimia takbir anani ya imamu falam yukabiru kama umiru kwaibu hapa watakwa maamuma amirita takbir lakini sifu walibu amirishwa nani namtum sallam fa iza kabara fakabiru wa man lam yukabir hapa katitaman mazitu ambao juzi shazumumza sinajia kwa shirisha zaidi hakasimu man lam yukabir fala salata huyuhana salla ambayahattu leta takbir ana salla liannahu lam yusalli kama umira hakasimu haku salli kama ribu amirishwa fa kud afsada ala nasi salatahum imamu wa taqwa hapa miwaribi wa nza kiswala zao wa aana ala 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 na na takwa amin seydiyya katika zami nualu wa amin seydiya amin chanjiyya katika wofu وهذا المعنى الذي أشار إليه bin حزم rahimahullah من أن الإمام الذي يمد التكبير قد يؤدي إلى إفساد صلاة المعمومين لسبق من الإمام في التكبير قد أشار إليه الإمام أحمد rahimahullah تعالى فيما يتعلق بتكبيرة الإحرام لكن ينوي جهة قوية كببي الإمام أحمد هم يتجه هاي آية لكن ينفung من التكبيرة الإحرام الإمام أحمد سيما وربما قول الإمام في التكبير إذا لم يكن له فقه وكتمungين إلي إمام كيو هفام هو عند أكفو تلكبير والذي يكبير معه ربما جزم التكبير ففرغ من التكبير قبل أن يفرغ الإمام نو كتب يقول أنه يكون يقول أكام تكبير أكام قبل جمال إمام فقد صار هذا مكبير قبل الإمام أتقول لمأمومة أم يتتكبير ياك قبل يا إمام ومن كبر قبل الإمام فليست له صلاة لمن يقول تكبير قبل يا إمام تكبير الحرام قبل يا إمام بمعنى أم ينزل صلاة قبل ناني يا إمام لأنه دخل في الصلاة قبل الإمام وكبر قبل الإمام فلا صلاة له سلو هل يقول هل ومن أمي 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 سوال أمي 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 imamu hajiithabika kwa hiku ndani ya sola hiyo thayari shangia na nanini ndani ya sola kwa hivu ayawizekana kwa imamu mwenye kufuta hivya kawatia katika matatizu wa lima mwuma wake mtu ni bora ajipushi na haya sasa hapa kuna tadakhuli ya masala ambayo ya fungamana na haya sipendi ni yaweke kando hafadhali tutachanganya pamoja na haya nao ni yale ambayo wakati mungine mwayaona kwa imamu kutafautisha katika sauti yaki ya takbira payina rukunu moja na nyingine kwa mfano akienda katika sujood kutoka juhu kusima allahu akbara vuta zaidi lakini akio yu ataka kukasima allahu akbara akio yu kutika kukasima allahu akbara akio yu katika kukasima allahu akbara manake hapa jama tuwe tashahudh mafurahi kusama mnafua ona sufanya hivu ee yuawonyesha kuwa hapa kwenye nini tashahudh na ikiwa bada si tashahudh atahuta kusama yu ya simama katika raka kwanza kwenye kwenye pili atasimu allahu akbara kwenye atawuna kuchelewa pia wapata kufaamu kama gile amishikari moti yu kupeleka maamuma yu wafuata kusiyo aha tuangali hukumu yake nini ashaykh ibn Othimim rahmatullahi alihi awlizo swali halnura'i ahwala kibari sin haythu yargabuna bianna mudda takbira atashahudh waze maranyingi katika mskiti wakati mungine wawana matakwa yao kuna mambo ataka kwa sabu wamezoea maranyingi kuna mazoea fulani wamezoea sasa ataka kuendelea naayo na kuna mzee mmoja uwe yofuraisha sana mzee mmoja yofuraisha sana usimama simama mskitina kazuumza maranyingi azumza kususuna nafikiri mamjua usimama azumza kusu isbali watu zivais isbali azumza makaburini watu wavuwe viyatu maranyingi wa simama kumbushatu kususuna samara ingine wambia sikilize ni njini waze nae ni mzee ni mzee mtumzima asema msiwa dharawa watoto zamani sisa tukuenda kusoma sasa wawangu nda kusoma ntudetia imu silete kibri ukasema huni mtoto taniambia ninimu wwe kachini soma kama wongi liku soma lewa watu kachini paka kusikiliza sasa wengi katika waze utawapata miskitini wanamambu yao wayataka yafanyo miongoni mwana wataka yafanyo ni haya na wawulize ni maimamu shafu atu wanabadhi ya waze kwanini sitakbira hivi si hivi haso kwanitashahudu kimarizia marizia Allahu akbar manaki khalas hii ya mwisho tuamadiza jamani sasa hata ya kiyo yopijia maisabu yadukalake kule haju ah tuamadiza sasa yanilau kama sivu wangirisimama labda pengini sasa yuhona ili yamsaidia sasa kuna mambo yuhayataka yafanyo imamu amuliza shaykh bin wathaymin tuwasikilize katika hilo faajaba shaykh bin wathaymin akajibu kwa hikil masama asama yushiru hatha sail ila ma yafaaluhu kathiru minan aima ayishiria mwulizaji katika kitendo ambas shafanyo na wengi katika maimamu yajaluna likuli takbirati minfirli min afaali salati khasiyya kila takbira katika kitendo katika vitendo besala wa mewekia njiyayake khasa famathalan yamuduna takbir iza jelesu للتashahud kumfano kika kwenye tashahud ayivuta ili takbir allahu akbar yanikumani shafany kwenye nini tashahud wala yamuduna ha iza jerasu bayna sajidatain lakini kikau kama kile kile bayna sajidatain haivuti wayamuduna takbir iza qamu min tashahud awal wakisimam wakit wakit kashahud ya kwanza huvuta ya takbir wala yamuduna hu iza qamu min sujud ili القiyam lakini kiyo kwanza kwenye kisimam hafuti wama ashbaha thalika namfan wahaya kufanyika katika suala za wengi katika watu kala wakad haristu gaya tal hiris namimin liku anapupa sana shaykh min asim katika ilijam kutafutajih ilijam lina asli katika sunna mitaftasana wahal kana nabiyu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam yafعل thalika nagie aliku wamtum sallam kifanyayvi asima mmeku wanapupa sana ilijam wakulitafuta falam ajid sikupata baada ya kupekua sana sikupata ametosheka la kala wastahantu bibaad ikhwani alladhina ladeyhim ilmun wasi'un fi lhadith falam yajidu ngataka msaada kwa ndugu zangu katika wanaviyoni amba wanailmu pana sana katika hadith nikawambemu tutaftieni lisoala lipo asema hawakupata 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 wahina idhin semana baada ya haza itabakia nini yafukat takbir ala tabiatihi fi jamia ilintiqalat ala namat wahid itabakia takbir katika intiqalat zote vile vile ay badili kikuhapa nindai fukuli kuhapa ama hapa ina sauti tafauti kukuli bakia vile لأنه يخشى أن يكون في محل القعود أو بالعكس أو كذا وإذا كان الإمام يميز صار المأموم كأنه آلة تابعة وم단ة تابعة ملبسة ولم يتقbuilt هذا شيء آبدا إلا المسبوق فالمسبوق ربما يشكل عليه لأن الإمام سوف يكبر تكبيرا واحدا لا يختلف فإذا جلس للتشهد الأول والمأموم قد دخل معه في الركعة الثانية أشكرا على المأموم قيبو أككا katika جلسة يكوانزة نمأموم أمونيا مpatara kaya pili فingina أweza putatizika ولكن الjawاب على هذا النقول لكن الjawاب يهي ditatizo تسيما المأموم إلى جانبه أحد لم يكن مسفوقا فليقتذي به يولي علي pitu نباذي يصوال كنا وينزاكي وليمتangulية باسي أواتزامي ولي وينزاكي وليukaribu na ye قيبو sitangulية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقدموا فأتموا به وليأتم بكم من بعدكم لذلك الشيخ ابن وثير من السلم أرى أن يبقى هذا الإمام على ما هو عليه من عدم التمييز بين التكبير أبا كيفية فيدي 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 المام كتطفوتش وينيز التكبير لأنه أقرب إلى السنة كسابه هيني وكبار السنة exactamente يعرفون هذه الطريق بعد ذلك وatazuea توazee مشallah وتazuea wakisha zuea kama walibu zuea ile nyingine wata wana nkitu chaka waida wakisha zuea wana nkitu chaka waida ni kama sala ama khutba uki dhuria khutba katika mskitu ya sunna utakuta khutba yiku tafauti saumanzo mpaka mwisho tasikia khutba ni kala Allah kala Rasul kala Allah kala Rasul paka khutba yisho hanenda kwenye mskitu watu wabidaha wanze kusikia visas utalala wewe weza kulala mpaka mshu khutba wa shuturiwa wambia khutba yisho yisho bwana daka 45 mkare mpaka umilala sasa hapo ndi utajua tafauti lakini mwanzo ilikuwa iyo iyo ya watu wabidaha uki yona ni kawaida sababu ndi watu wabukulia watu wabidaha uki zungumzi na ivo ivo sunna ikizoeleka polipole wato tazuea tu wakizoensha ama tafuatatu kusibadilike ewe imamu wakia ivo ivo takibira zako usivurute vurute bora tu zilete mala pake usilete kabla usilete bala bimana usisemi Allahu akbar ukunzi mama kisha ndi uenda simali pake wala usiende ya ukifuka kwenye suju nilosema Allahu akbar aso hali ambao sikuizi kuna zile maiki ambazo uvalio kwenye kichwa maiki zile wandoza uingine ufanyevu sabu hata kiwa chini bado atasikika kwevo utamona yuenda mpaka kifuka chini asha sujudu yeye ni bimana akuna zikra mefanya parikatikati ndi uyasema Allahu akbar na itu ditaja kuwa ni makosa ya kabla na bada ni makosa maala pake ni wapi maala pake ni pale unapuanza kuenda katika ili nguzu na ufuata pale unapuanza kuleta takbira na uimalizie parikatikat ito Allahu akbar ukuwaenda sawa jamanu nafikiri hapa nikismamia takua hili li mefahami ka vizuri inshaallah ili zungumza siku mbili ikiwa tutaendelea nuku hazeshi za wana wavyoni madamu insha kuawazi alhamdulillah tunakunye masala ya na ufuata inshaallah ta'ala subhanakamu hamdika shalwa la ilaha ilaha anta astaghfiru kwa tuuleku baraka kwa tuuleku